اشتركوا في القناة النادي الاهلي مع اصحابهم مع اولئا امورهم اصارهم وده احتفال لعب النادي الاهلي ببطولة الجمهورية كانت بطولة قوية وكان مشوار طويل وقدر في النهاية كالعادة النادي الاهلي بلعبيه يتواجه بهذه البطولة ودي البطولة التالتة في قطاع النشئين بالنادي الاهلي النادي الاهلي كان حصل على بطولة 2003 و2005 و2007 كابتن حشيش موسم رائع للنادي الاهلي انتهى بتتويج 2003 ومجهود رائع يحسب لكل القائمين في قطاع النشئين بداية من لجنة تخطيط ومجلس إدارة كابتن خالد بيبو جهاز الفني 2003 الجهاز الطب الإداري كل المنظومة نجاح طبعا لمجلس إدارة النادي الاهلي ورئيس قطاع النشئين بالنادي الاهلي خالد بيبو الحقيقة بطولات كتيرة لعيبة مميزة المباراة عبارة عن الاحتفال بالطبعا البطولة هي أهم حاجة فيها ان شاء الله الاحتفال ده اللي بتعامل يمكن لأول مرة السنة دي إنه يتعامل احتفال في الملعب عشان لعيبة أرضو تحس ويبقى فيه حاجة مسجلة بالنسبة لهم يعني باخدوهم البطولة دي بطولة الجمهورية بطولة كبيرة مش بطولة قليلة المباراة كده أو الشوط التاني في عجالة يعني الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزيد النادي الاهلي ضمن البطولة اللعيبة طبعا ضمن خلاص ضمنت البطولة فكان فيه نوع من الاستبقاء شوية فرقة تزيد طبعا واخد المركز الثالث عايزة تباين عندها دوافع إنها تباين برضو يعني مستوها وإنها لعيبة على مستوى كويس وفرقة على مستوى كويس قدام طبعا النادي الاهلي على ملعبه وإن هو يطلع بنتيجة كويسة وفي حد ذاته طبعا النتيجة التعادل ده حاجة كويسة بالنسبة لفريق زد وقطاع محترم ولعيبة محترمة بنبرك طبعا النادي الاهلي وفي انتظار طبعا نشوف بقى الاحتفالية الجميلة ونحتفل مع اللعيبة طبعا نشوف بقى الاحتفالي